السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي كيف حالكم كل شيء مزيد كيف ما قلت لكم إن شاء الله يكون شيء جديد سوف نشاركه معكم توصلت بالصيد الجديد للتيل لاس كونتاكت لأن شاء الله إبتداء المثلين سوف يتفتح و سوف يبدأوا التسجال والطلبات في هذا الصيد وكيف ما قلت لنا الإخوة لذلك أشترحت لكم بلا ما نقال نعود في الهضرة لكي لا يطوال عليكم الفيديو ويكون ممل المهم في هذا الفيديو هذا أقول لكم ماذا كان هناك بعض الأسئلة و سوف نجواب عليها إن شاء الله ماذا الـ M هذا الكود M لن تأخذ الموعد أو تسجل لتحصل على الكود الذي هو M ماذا يتغيره للا لأن الكثير من الناس يسولون ماذا يتغيره للا و فين واصلة هذه الـ M سوف نحاول أن نجواب على هذا السؤال و سوف نعطيكم للإخوان رقم للتيل لاس كونتاكت ونعطيكم الإيميل ونعطيكم السيد الجديد الذي ستفتح ابتداء إن شاء الله من نهار الاثنين و سوف نرى الإخوان أو سوف نجواب على الناس الذين يسولون على نلا وسطا مدة صلاحية تاريخ من النلا وسطا هذا التاريخ كثير من الناس يقول لك وخيفين يسولون وخيفين يقول لك الموعد يمتأخرا لم أعطينا الموعد لم يتغيره لنا ونعرف أن النلا وسطا كتوفى ونعرفه وماذا ستوفى في التاريخ ونعطيكم تاريخ ونعطيكم في نلا وسطا كذلك في الكيم التاريخ نلا وسطا هي هذه الإخوان نقول لكم في الكيم التاريخ وتمشوا تشوفوا ديركت في الكيم التاريخ واحد سؤال آخر اللي يتكرر دائما وبالتالي الناس يسولون وماذا ما زال يخرجون التاريخ سنحاول أنني نسرع ونجوب على جميع الأسئلة واللي مهم بزاف وهو أننا نعرفه مسبقا ونكونوا إن شاء الله من السباقين لنشر هذا الخبر هذا والمعلومة اللي بدور حتى أنا توصلت بها من عند الناس الحقاش كان محط وكنتسول وكنتواصل مع الناس وكنتواصلت بها من عند الإخوان اللي يعطيوني وكنتعطيهم معلومات تحياتي لهم من هذا المنبر هذا المهم سنتدخلوا في الموضوع باش من نتعطلوش الأخوان أولا ماذا هذا الكود ماذا كيتغير لو ما كيتغيرش الإخوان كتسجل كتسجل باش تاخد موعد كتحصل على الام وكال الكود هذا الام هذا ما كيتغيرش وما كيتغيروش لك أنتو يعطي الواحد آخر هذا الام هذا ما كيتغيرش وخة نولا وسطا مثلا حصلت على نولا وسطا وكنتسجلت باش تاخد واخذي هذا الام هذا اللي هو هذا الكود هذا عبارة عن الام وقدامه هذو كل أرقام في حال اسمك كانت نولا وسطا فيها شي خطأ وتواصلتي مع الباترون والباترون صحة خطأ وعاد عودوا ورسلوك نولا وسطا ما كيتغيرش كيف يبقى الام وكيف نرى مؤخرا كيف يبقى الناس تحيياتي لهم الناس الكازيرتا الذين هم دافعين عندهم أنهم رسلوا لهم كونترات عوض كازابلانكا أو كازابلانكا أو الداربيدة رسلوهم للرباط وكيف يبقى تصحيح مطابط حال تغيير أو تحويل من الرباط الداربيدة كيف يبقى الام هو الام في الواصلة الام في شهر السبعة بالنسبة لهم الام اللي يدافعون بالشهر السبعة وصل القادم حتى شهر ١ على الموعد بالموعد الناس الذين يملكilla والمن العمل والمياء وصل الى الرسل العالي الالفوق إلى شهر ١ وليس تغيير الام هي جميعه أما ا gent일 عندما تريد الام وصل الط Verse centrifugal وصل himself 107 candidate تريد ايما لا لأنها يجب الممتازو. المهمة إخوان. بالنسبة للتمن์ الرقم ذهن. الرقم ذهن أنا كنت كنت تواصل دائما مع التالي وكننا ناخد من عدو معلومات أُسر وكانوا يجاوبوني وكنت أعطي معلومات أولا للقنصلية كنت اتتتت التواصل معه في النمر الصيف بسباح ويجاوبوني حتى في العشية وكانوا يتواصل معهم يعني صدفة كلما يتواصل معهم لا يجوبوا بالنسبة للرقم التليفون هو 05 22 43 70 84 للتواصل في التوقيت من الوحدة إلى الثلاثة إلى الثلاثة إلى الثلاثة إلى الثلاثة 05 22 43 70 84 أما بالنسبة لما يتواصل معهم عبر الإيميل وهو نجد هذا المكتوب هنا Vc.Casablanca Kiotchola Eseri.it أما بالنسبة للسيد الجديد الذي أضعنا عليه في الفيديو السابق وهو سوف تفتح إبتداء من نهار الثلاثة وهو it.tlscontact.com M-A مؤخرا وسولوني وخايفي لأن كنت أخير في المواعد إم تكتب في هذا النهار لماذا لديها مدة محددة المهم نهار الثلاثة هي هذه نهار الثلاثة نهار الثلاثة وهو المهم نهار الثلاثة الورقة الأولى والورقة الثانية الورقة الأولى فيها أشمل عمالة والرقم نهار الثلاثة نهار الثلاثة أما الورقة الثانية هي هذه الورقة الثانية فين كتمشي؟ أنا أقول لكم كنت تمشي بالضبط لكي تلقى مدة تاريخ صلاحية نهار الثلاثة هي هذه الأخوة أنا دورت عليها هنا هنا في البلاسة أنا دورت عليها هنا مدة تاريخ صلاحية النهار الثلاثة هي 6 شهر مكتوبة هنا ويكتب لك تحذير تاريخ هذا يعني عندك 6 شهر لماذا تصدر البريفيتورا النهار الثلاثة يعني ابتداء من إصدار هذه النهار الثلاثة عندك مدة 6 شهر كتابة وماذا في حالة ما إذا تواصلت بالقنصلية لكي تأخذ الموعد ديالك أو تسجلت لكي تأخذ لكي تأخذ الموعد ديالك لا تخاف نهار الثلاثة لا ترى من إصدار وماذا تأخذ الموعد لا ترى المشكلة لا ترى لا ترى لا ترى لكي تأخذ الموعد لا ترى لكي تأخذ ان يتطلب لا ترى ثم لا ترى ما ترى هنا في انتخاف وكتوفة هذا النول الوسطى خلال ستة اشهر وكيف ما قلت لكم ستلقوها في الورقة التانية هي هنا فيها كل شيء مكتوب بالعربية مكتوب بالايطالية اخوان حاول انك تدخل لجوجل وتضير ترجمة دياله من الايطالية للعربية وتمهام اشنو كين مكتوب هنا ندوزوا الاخوان بزربة الناس اللي كتسول ايضا على واش ما زال كيخرجوا الكونترات بزاف دي الناس كيسولوا واش ما زال كيخرجوا الكونترات كيف محن نال اخوان في شهر ثمانية قالوا بانهم كانوا حابسين كانوا عطلة من بعد عشرين في شهر ثمانية بدأوا كيف يفتحون البيترات واخهم البيترات كيبقوا فاتحين السنة كاملة لا يستدوش كيكون موظف واجوج ولا على حساب الناس اللي بغد حالي يزيل ورائقات ديالها يعني كيكونوا خدامين ماشي ما خدامين غير هو بعض البيترات فقط في الجنوب اللي يكونوا سادين اما اغلبية وباقي البيترات كيبقوا فاتحين وخدامين نرى أن الناس تسول وما زال يخرجوا للقطرات أو لا زال يخرجوا والتاريخي لا يوجد نفس التاريخ الذي يحبس ما حذقه في ما ح volcano في ما شهر 8 أو شهر 10 أو شهر 11 يشتري أن يخرجوا بالمور العام كامل وممكن أن يخرجوا حتى 2023 فتاك أنت فهمتك لماذا تسول وما يخرج الخاص بالقطرات؟ لا تصل إليك manifested in contract بغي نقول لك بزاف دي الناس وصلوا بالكونترات ديالهم في شهر سبعة و شهر تمانية انتخصك ضروري التواصل مع السيد اللي يدفعلك سواء الواسيط او الباترون كتتتواصل معه شخصيا قل له ضروري انه يتواصل مع البريفيتورا ويشوف شنو كين واش صدرات هذه قنو اللاوسطة واش موجودة انها ترسلها للقنصلية ولا موجودة انها تعيط او يعني تعيط السيد تعيط الباترون تعطيها لي من يده ولا ترسلها للقنصلية يعني ضروري خاصك تواصل مع السيد اللي يدفعلك سمصار واسيط الباترون باش عرف اشنو كي واش منهو لما منهش لان بزاف الناس كيسولو واش حبسو ما حبسوش ما زال برفيتورات كيصدروا فنو اللاوسطات الاخوان بيكون خير ان شاء الله رانا قلت لكم في المكان شي جديد ان شاء الله غاد نشاركو معكم والجديد اللي كان مؤخرا وهو سيت ديال تيال لاس كونتاكت لابتداء ان شاء الله من ثنين غاد يبدأ تسجيل فيه موفقين ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة